موسيقى بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل كتير جد موسيقى 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 الكفاح المسلح موسيقى لا انا طبيب في الاساس طبيب مهمته يعالي موسيقى 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 اي وصف بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصرها تدمير الاسنان موسيقى موسيقى الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية أهلا بكم علم الأسنان وطب الأسنان فيه كثير جدا من التخوفات وفيه كثير جدا من الموالفات التي تصل إلى مرحلة اليقين وعندما تغير هذا اليقين في ذهن الناس يصعب جدا جدا تغييره إذا ممرت عليه سنوات طويلة من التصديق عندما تأتي لمريد فتقول له مثلا أن زراعة الأسنان أصبحت أمر ميسور وسهل ومضمون وهو الحل الأفضل لحالة فقد سنان ربما ستجد الكثير جدا من التجزيب والتخوفات ربما عندما تقول لمريد أنه مثلا الأشعة تطورت بشكل كبير جدا ما زالت عند الناس تخوفات من الأشعة عندما تقول لبعض الناس أنه علم الأسناني الآن الحديث بدون ألم ستجد معارضات كثيرة يقول لك لا أنا ممكن ألوح في أي حتة إلا الدكتور أسنان حوار النهاردة فيه الكثير من المعتقدات الكثير من الألوان وأيضا الكثير من الاتهامات مع ضيفي القيمة العلماء الكبيرة الأستاذ دكتور مردين بالصفة أهلا بيك دكتور الحقيقة أنا عايز أبدأ من منطقة مهمة جدا في الحوار وهي منطقة الألوان منطقة الألوان منطقة سيكون فيها إسئلة قد تكون ساخنة للغاية ولكن ربما أبدأ بالأقل بسخونة ثم ترتفع دركة الحرارة التي تصل إلى المرحلة التي يكون فيها الصراحة ربما مزعجة للغاية دعنا نبدأ تراكز؟ دعنا نعم شاء الله السؤال الأول طبعا ثلاث ألوان وكما تعلم أبيض أو أسود أو رمادي الأبيض هو الصواب المطلق أو الصح المطلق والأسود الخطأ المطلق والرمادي أترك لك حرية التعبير بهذا اللون العجيب عندما أقول أو يقال لمريض متخوف من الزهاب إلى أي منظومة طبية لعلاج الأسنان خوفا من الألم أنت واهم الألم غير موجود فتجد من يقول لك غير موجود مين يا عم لأنا المبارح كنت عن دكتور ومبارح كنت في حتة وطلع عيني وما نمتش من الألم وبقالي الشهر بأكل مسكنات من ساعة ما روحت للحتة الفلانية أيها أصدق مين منهم الأبيض ومين منهم لسود ومين منهم الرمادي اللي دافع عن الألم أو اللي مفيش ألم والرح وطلع عيني وشاف الألم ألواب لو هنتكلم على الحالة هنقول لأبيض لأن ستيل دلوقتي إحنا لما قلنا بنعلاج النطب الأسنان تطور وتقدم وبقى هنا بنعمل علاج من غير ألم إن شاء الله وعلاج العصب بيتعامل في ساعة والتركيبات بيتعامل في ساعة بجهاز السرك وكل التطور ده هو ده مش موجود في كل الدنيا فبالتالي ستيل في ناس لما بتروح عند داكاترا بتعامل معها بالالد ويز أو بالطرق التقليدية فبالتالي الحالات بيحس بألم أو بيعمل علاج عصب على ثلاث مرات وقعد شهر يعمل فيه طب بيحس بألم فبالتالي الحالة اللي بتقول كده يعني إليها خالها تجدب إذا كانت هي هي اللي عانت لكن في الحقيقة هو فيه فعلا علاج بدون ألم في طب الأسنان فيه علاج ناجح في طب الأسنان فيه علاج عصب بتعمل في أقل وقت فيه تركيبات بتعمل بجهاز السرك بمنتهى الدقة وبمنتهى السرعة فيه علاج لسة بيتعامل دلوقتي لو عندنا ريساشن يعني عندنا انحصار في اللسة عندنا انكشاف للجدور عندنا كل الحاجات خلاص متاحة وإن شاء الله متاحة بدون ألم بدون ألم وإحنا شغالين وهم بعد الشغل بنكتب العلاجات الصح بحسر كنترول للبيين أو للألم لكن في الحقيقة هو عند الناس اللي عندها تقدم في الطب وعندها أجهزة كويسة فبالتالي هو بيقلل ألم جدا هو بيبقى زيل وهنا لازم أقول نقطة ان هو أصلا دور التكنولوجي إيه دور التكنولوجي إن أنا بقلل الوقت فبالتالي بقلد اللود أو الحملة على الحالة فبالتالي بقلل الألم بزود الأكيرسي أو الدقة فبالتالي بقلغي قصة البوست أو الألم أو الألم اللي بتيجي بعد الشغل لأن إن لو أشتغلت صح يبقى إن شاء الله الحالة هتمشي صح هيبقى بإذن الله مش هحصل ألم التكنولوجي مهمتها في الآخر إنك تحصل على نتيجة كويسة وإن شاء الله بدون ألم عندما توفقت سنة أو مجموعة من الأسنان فيه من مريض هذا المريض أو هذا الشخص لا يفكر أبدا في الزراعة ويعتقد أن الزراعة طريق مكلف طريق هيأخذ وقت طويل جدا مشاكل كثيرة جدا مؤلم للغاية طريق كله مضاعفة كله مشاكل مكلف طريق الشوك هل هو طريق الشوك هل هو طريق أبيض أم أسود أم رمض؟ لا إعتقادوا إن هو طريق الشوك يأعتقد أسود ألما الصحة خالص لكن هو طريقة طريق ده طريق السلامة طريق السلامة طبعا طريقة26 من أسهل العمليات اللي بتتعامل في طب الأسنان لان هايك لو قلتلك ان احنا بنزرع السن لو السن العظم بتاعنا مناسب وهنزرع على طول من غير ما نحتاج نحط عظم السن بتزرع في عشر دقايق وانا بقول عشر دقايق واللي عايز يجي يعني عمده عظم كويس ومتصور كون بهم ويجرب هي عشر دقايق هيكون زارع ما يكونش محتاج بس يحط عظم ايه في طب الاسنان بتعمل في عشر دقايق هاتلي اي اجراء بتعمل في طب الاسنان في عشر دقايق اعلاج العصب بياخد على قل ساعة الاربا تمام فبيتتالي الوقت وليل جدا وقت العملية نفسها طيب حيك بعد ثلاث شهور لو احنا بنتكلم على الاسنان الخلفية هنبدأ نحمل على السنة دي وهتاكل عليها بمسبة 99% ده 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 انت كده خدت حاجة زي اللي ربنا خلقها على طول طيب حيك ترضى هنتكلم بقى هو ليه الطريق الابيض حيك الكيس دي الفرق ما بين الحالة دي وبين ده وده اللي هنشوفه الالد اج اللي بدأ يتحول له ده واني بقى شكله كبير كده زي ما انت شايف التغيير اللي بحصل وهنشوف شكله قبل وبعد الفرق مش سنين يا ده ممكن يا سبيع الفرق اسنان اه يعني ايه الفرق هنا ممكن يكون سنة او سنتين بس هنا خلع سنانه فتحول للشكل ده يبقى الفرق بين الشكلين دول هو فرق وجود الاسنان من عدمها مش فرق موجود سنين قبل ده كان ممكن يكمل يبقى عنده سبعين سنة بنفس الشكل لو سنانه موجود ومتحفز عليه طيب علشان احافظ على شكل اسناني كده احافظ على شكل وشي كده ما عنديش حل غير الزراعة سؤال فيه اتهام فيه رايحة اتهام طمان يتهم المراكز التي تحتوي على كنبين بانها بتعمل كنبين بلغة بسيطة لكل الحالات التي تحتاج والتي لا تحتاج هذا الاتهام ابيض ام اسود ام رمضي اسود 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 لان ما فيش حالة ما بتحتاجش كنبين حال ده في الكتاب كده هقول لك حالة دلوقتي جاي هتعمل مثلا سكيلينج هتعمل تنضيف جير ولقينا شوية انحصار للسر تمام هنا احنا لازم من ضمن التشخيص بتاعنا نعمل كنبين نعرف لفل العظم الحقيقي فين بالزبط هل التاكل ده يعني في كل الاسنان ولا لا حانا بيبقى عندك اه اه يعني التاكل في العظم في جنب والجنب التاني هيبدأ بدايته دي بتبدأ تشوفها في الكنبين عندها حاك واحد جاي يعمل علاج عصب انا شايف ان دلوقتي اي دكتور علاج عصب مايصحش يشتغل من غير كنبين لان كنبين الحاجة الوحيدة اللي بتبينه القنوات بتاعته بالزبط عندك هتزرع ماينفعش بقى خالص 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 تيجي اه كاسيس تيجي تقول لي ايه انا رحت للدكتور وقال لي اعملي بانورامة عشان نزرع معاك ما في مراكز بتعمل انا مش بقول على فكرة ان الكنبين بقى موجود عندك في العيادة ده انا ما بنقولش كده لكن لازم تشوف صور كنبين او عشان تعمل زراع تعمل زراع ازاي تعرف حجم العضم اقديه تعرف كواليتي العضم ايه ولا انت هتفتح وتكتشف يعني هتفتح مع الحالة وتكتشف معي العضم سبونجي ولا ولا سفينجي ولا ناشف مع كل نوع عضم انت لو دكتور خبير في الزراعة فانت كل نوع عضم بتعمل معها الطريقة معانة حجم العضم بتعمل معها الطريقة معانة تعال اروح بقى للجاني والمتهم جاني مبتهم انبري اه هذهب الى سؤال تقني او سؤال فني بالطبيب الذي يجري عملية زراعة ويحدث مشاكل في الجيب الانفي لم يراعي بعد الجيب الانفي اسناء اجراءه ده مشكلة على فكرة شهيرة جدا طبعا حاجة عاصل الطبيب في تصنفكو جاني امتهم انبريئا جاني طبعا طبعا يعني بما لا دع مجالا للشك حاجة دلوقتي جيت هزراعة رحت لدكتور الزراعة اول حاجة قالك نعمل اشعة ثلاثية الابعاد زي ما احنا تمتفقين لان هو ما يصحش اشتغل دلوقتي زراعة مجال اشعة ثلاثية الابعاد مدام اتوفرت زمان احنا كنا بنشتغل زراعة من زمان قبل الكمبيم بس كان لها اجراءات وطويلة جدا تاخد مأسات للعيان وتعمل التريسنج وتشوف العظم فين بتعمل اجراءات طويلة جدا وبتفتح تلاقي المفاجئات فلازم تبقى ايه شاطر قوي طب دلوقتي ربنا اكرمنا وبقى عندنا طول واداء بتخلينا شايفين مسك الفك في ايدي بحركه يمين وشمال وبحط الزرعة بتاعتي فشايفها وشايف التركيبة اللي هركبها كمان ثلاث شهور او كمان شهورة حسب نوع الزرعة طب معنديش حجة طيب حقيقة عندك بقى الكمبيم قريت الكمبيم حقيقة شفت الجيب الانفي فين طيب شفت الجيب الانفي وعارف ان هو قريب لازم تعمل عملية رفع جيب انفي زي اللي احنا هنشوفها جهاز البيزوتوم 2 ده جهاز بيرفع الجيب الانفي لا ده احدث جهاز لرفع الجيب الانفي لانه بيرفعه بشكل هيدروليكي يعني احنا بنعمل الفتحة الصغيرة وهو بيزق الجيب الانفي من غير ما يقطعه يعني هو ده اهم عاجة في البيزوتوم 2 ان هو بيزق الجيب الانفي بضغط مائي معين فبالتالي الجيب الانفي بيرفعه وبنحط العدم بتاعنا انا بقى شفت كيسز الدكتور استعجل لقى كمية العدم قليلة حطت ام حطت شورت ايمبلانت ايمبلانت قسيارة حملة كان كبير الدنيا نكنش مزبوط لقى حياتك ما جيلك الكيس وتلاقي في ان الجيب الانفي في تضخم وان العدم قليل حياتك لازم تعمل عملية تجيب الانفي كاملة تعمل صح تقول الحالة حياتك هتستنى لو هي يعني كمية العدم قليلة قوي يبقى هتعمل عملية ترفع الانفي كاملة فدي هتقط 6 شورة عشان تزرع ولو جزئية يعني في عندنا مثلا 6-8 ميلي يبقى في الحالة دي هنزرع ونعمل عملية ترفع جيب الانفي في نفس الوقت انما غير مقبول ان انت تقوم داخل في جيب الانفي مدير ما عامل او عامل التشخيز متاعك الثانية اذا نذهب الى الكويس الثالث والاكثر اطرح وشك ام يقين اكتر اكتر يعني حاجات تتعلق بالزراع هي الاوهام طبعا كير جدا من الاوهام متعلقة بالزراع يمكن اكتر برانش في اوهام طبعا معاك لو امرأة فقطت اسنان منذ فترة طويلة فبدون اسنان لسنوات فيقال لها او تتواهم هي انها لا يمكن ان يتم الزراعة اسنانها مرة اخرى بعد هذه السنوات الطويل هل هذا لا اعتقاد وهم ام شك ام يقين وهم طبعا مهما فتت سنين يعني هاشرح حاله تمام اي حالة ان شاء الله ان شاء الله ينفع يتعمل لها زراعة بس باجرات معينة يعني حاجة جات حالة بقالها مثلا عشر سنين خلع والفك السوفلي خلاص بقى رفيع يعني ما بقاش فيه بتاعنا الكفاية برضو بجهاز البيزوتون ده جهاز قوي جدا بيعمل لنا ايه؟ ده بيعمل لنا حاجة اسمها سبلتنج يعني بيشق في العظم سبلت يعني يشق بالزبط فلما بيشق في العظم انا لما تبقى العظم يمسك في بعضه فمثلا عرضه ثلاثة مليه لما بنشقه بيتحول لستة بيفتح وبيتميل الجزء ده عظم وبنزرع بس الحالة تستوعب ان احنا محتاجين نعمل اجراء يعني اه حقيق حضرك مش هينفع تيجي نزرع لا فيه اجراء الاول فيه اجراء تحضيري انت حقيق قعدت عشر سنين في العظم التاكل يبقى نعمل الاجراء اللي يوسع لنا العظم ورجع لنا عظم الوضوع الطبيعي علشان خاطر ازرعلك انما ما تجيش تقول ليه دكتور انت قلت هينفع ازرع ايوه هينفع تزرعي لما تعمل اللي اقولك عليه عشان الناس بس بتمسك برضو لك ها دكتور انت قلت مهما كان مهما عدت مئة سنة هتيجي وزرعي تمام هتيجي منزرعي بس لو هنحتاج نعمل زراعة عظم هنعمل زراعة عظم لو هنحتاج نعمل بون بلوك او هناخد جزء منك من العظم ونحط عظم يعني زراعة عظم اللي هو البلوك هنعمل لو محتاجين نعمل رفع جيب انفي هنعمل كل الاجراءات متاحة بس هيك وافئ قول ليه تمام انا يعني انا معاك بالتالي انا شايف ان وهم ان الحلقة تتكاهية لان هنفعش تزرع السؤال القادم ينبغي ان اصيغه لك بطريقة معينة حتى يكون سؤال شكله محترم لو سألته بالطريقة دي السؤال شكله مش حجم احنا مش هنقبل طبعا اه يعني اه 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 لما يجيلك مريض بمعتقد معين ايقول لك ايه انت هتعمل زراعة طب انت هتدخل المادة المادة دي غير ماء جسمي وهو عظمي اه لو هو قال شوية كلام او تفرج على حلقات معاينة مش دي تعتبر اصارة للعظم وتعتبر شيء غريب داخل جسم الانسان فده يبقى مسير والمسير يعمل والإرراتيشن يعمل والبرولفريشن ده بعد ده يبقى دفتور اه ممكن يعمل سرطان في الاخر في العظم كده السؤال يتسيل بطريقة شبه كويس كان سؤال لا وانا سألته لك وقلت لك هل الزراعة تعمل سرطان يبقى انا بتكلم كلام يعني ما يلقش بيه وما يفعش اسأله لك لكن انا سألت لك بالطريقة اللي بعض الناس عندهم ثقافات او قراءات ممكن جدا تواديهم فيه معتقدات صحيح انا اللي هسألك دول هتقول لك وهمة او شكة او يقين انا يقين انا عارف انه وهمة تام وهمة تام لان اصلا الزراعة لما بدأنا نشتغل عليها مشانا طبعا يعني اللي شعروا هي قبل ما تعملت في الخمسينات كان الكنسب ان العظم بيفتكر التايتينيوم عظم في الخش ترصب فيه دا الاختراع دا الاكتشاف عشان كده حتى الاستعملوا اه شرايح تايتينيوم اللي بتعمل بيها الكسور والحاجات دي فالتايتينيوم سبحان الله ربنا خلقه علشان هو زي ما خلقناه الدواء فربنا الناس اللي بتخلع بتتعود ازاي مادة تتحطي جوها العظم العظم بيفكرها عظم خش ينام فيه هقولك بقى المفاجأة المفاجأة العامل الوهم دا عند الناس بعض دا قطرة الانية هي دي بقى المفاجأة كالعادة كنت يعني صريح وحد جدا في هذا الحوار يمكن اكثر من الحوار اللي فات في اسبوع اللي فات اه وكانت الحدة بين في توضيح بعض الاتهامات وتبيين لماذا تختار اه نوعية الاتهام هل هي هل هو جاني ام متهم وكانت المرأة ممكن قليلة جدا لم تزكس الا الزراعة الزراعة كان يعني واضح جدا انه اللي بيغلطيها عندك ويعتبر جاني حتى مش متهم بالظبط تعد مرحلة الاتهام ولكن انتم دائما فيه حوار مثيل للغاية ولكن مع الناس الحلو خليكوا دائما معنا سعروا قاعد بالليل بتفرج على التلفزيون ايه اللي هيحصل لو قمت سخنتم مثل لو تشين كده من ربه شوية مش عارف حلويات كده في طبق صغير بنسلم بهم قبل ما ننام شوية روز بلبن ايه اللي هيحصل لو ايه اللي هيحصل السكر هيحصل شوية عام اخد له داوة ويبدأ السكر يسرعك والسمنة يسرعك فيه عوامل كتيرة جدا بتساعد على السرعة دي رصما عنك انه انت تفرج على التلفزيون اعلامات يا باشا شغال اعلامات لو انت عايز سندويتش يجيلك بسرعة انا بعتلك لو انت احلى سندويتش فيك يا مصر اغاني على الكشري اغاني مش عارف على ايه اغاني على الحلويات احلى شوكولاتة مش عارف ايه انت بتتفرج على منظر الشوكولاتة وهي بتطلع انت على طول ريفليكس فيه افلم سنمائية لو تفرجت عليها يجيلك سكر وسامنة